اهلا بكم وابراج هذا اليوم السبت الموافق العشرين من كانون الثاني يناير الفين واربعة وعشرين اليوم لدينا تحولات طبعا مساء هذا اليوم ستكون مهمة جدا وهذه التحولات انه القمر سينتقل الى برج الثور الى برج الجوزاء وايضا الى منطقة هوائية وايضا اشعة الشمس في اخر دقائق وايضا كوكب بلوتو في اخر دقائق في برج الجدي اذا ثلاث كواكب الى المنطقة الهوائية وتعادل في الذبذب التكوينية بمعنى انه الذبذب الارضية الان بدأت تتغير وهذا مفيد جدا ليش لانه حتى ما يسيطر ذبذب واحدة على تكويننا وبالتالي تخضع تكويننا يخضع الى ذبذبة جامدة واحدة وبالتالي يمكن رح نشوف انه هناك تغييرات للجميع اذا المولود هذا اليوم يحمل الخارطة الرقمية سنين ثمانية سنين حد الطباع حساس يصعب اقناع هذا المولود توقعات الابراج لهذا اليوم وقت رائع جدا اصحاب برج الحمل الوضع الافضل لكم خلال هذا اليوم واليومين القادمين والفترة القادمة اذا ننشغل او علينا ان نهتم بامورنا القادمة وان نسعى ونكرز جهدنا لاجراء تغييرات او لحدات تعديلات الثور وقت ايضا جيد ولا تزال فرصة ايجابية لكن سندخل في مرحلة حقيقية واقعية اي اننا سندخل في صلب الاحداث في صلب الموضوع نتأثر ربما نفسيا لكننا سنكون سعداء جدا في انجاز متطلبات مهنية ربما هي الاهم خلال ربما سنة 2023 اللي مرت لم نستطعنا حقق هذه الانجازات الجوزاء من الاوقات المميزة والرائعة والجميلة لو ستختار هذا اليوم مساء ربما السفر خارج بلادك او الانتقال الى سكن جديد انت تختار وضع يعد الاروح اليوم يعد يوم حاسم جدا لجميع في اتخاذ قرارات ونسأى ان تكون قرارات ايجابية طاقة النفسية لدى اصحاب رجي جزاء في ارتفاع وفي حالة ايجابية السلطان اليوم نخرج من ايقاع صعب ضغطنا كثيرا توترنا لم نشعر براحة نشعر ان الامور تبدو افضل لكن لم نلمس شيء حتى الان اذا اليوم هذا التغيير سيكون في مصلحتنا ويصب ايضا في بعض مواقفنا خصوصا على الجانب النفسي الاسد اليوم مساء قد تتغير اجواء كثيرة اليوم نشعر بتحسن نشعر بنوع من الارتياح لكن لا نزال في فترة التوتر علينا ان ننتبه لهذه النقطة وان نراعي الحدود التي ربما في الجانب المالي العذراء ايضا من مساء هذا اليوم نشعر بضغط يتواصل او ندخل في فترة تنحطات تكوينية حال وقت ان نختبر ارادتنا قوتنا وايضا صبرنا يجب ان لا نتسرع في اتخاذ القرارات وان نبتعد عن التشمل في المواقف العاطفية الميزان مساء هذا اليوم يبدو مؤشر اخر جديد لدى اصحاب برج الميزان في تغيير النمط التكويني او الزبذب التكوينية الان نستلم زبذبتين اما تكون ايجابية وسالب الام تبدأ هذا اليوم باستلام الزبذب الايجابية ايقاعك ستغير افكارك وضعك المالي ووضعك المهني وايضا هناك تحسن كبير في نفسيتك اصحاب برج العقرب هذا اليوم مساء هذا اليوم نبدو امام مواقف علينا ان لا نتوتر او لا نحاول ان نعرض الاخرين لمواجه وان لا نواجه الاخرين بالحقائق وايضا ان ننتبه لوضعنا المالي اصحاب برج القوس من هذا اليوم مساء هذا اليوم تبدأ الامور بالتغيير ايجابيا وفرص التغيير السفر الدراسة الانتقال الى واقع افضل وجميل اصحاب برج الجديد مساء هذا اليوم نبدأ بمرحلة جديدة من الوضع المالي هناك تحسن هناك تغير هناك رمما استجابة من الاخرين لمطالبنا الدلو انت في وضع صعب جدا كنت ومساء هذا اليوم الانتقال الى اجواء جديدة يعد هذا اليوم من الايام المميزة الايام المؤثرة في تغيير مسار حياتك او في تصحيح مسار حياتك او ربما ايضا الفرص التي قد تزدهر كثيرا اخيرا اصحاب برج الحوت مع هذا اليوم او مساء هذا اليوم علينا ان نتوخل مزيد من الحضر في المال في الاعمال وان لا نثق بما يقال حولنا وان لا نثق الا بما نراه وما نلمس وبالتالي اليوم علينا ان ناخذ ايضا فترات من الراحة وان لا نرهق انفسنا كثيرا وان لا نضع انفسنا في مواقف سربية وايضا ان ننتبه لها الوضع المالي اكيد الله اعلم بذلك مشاهدينا عودة للزملاء لكن بعد الفاصل موسيقى اشتركوا في القناة